الله يسعد لي أموركم اليوم في أكلت حلو 3-4 النسوان بتعرفها هاي مشان الربع اللي ما بيعرفها يعني إذا حقوكي جيرانك جايين يشربوا في نجان قهوة جايين صبحية كلها بربع ساعة بتصير وساعة بالبراد وطعميهم وحليهم وقالوا الصحة وهنا تعالوا نعملها سوا يلا يا بسم الله مرحبا إخواتي هلا أول شي مجيبكم حبة فريز حلوين من قطعهم هيك وشو بدكن فواكي من البراد جيبوا يعني أنا جبت أنا ناسي وموزي وكمان بدنا كاسة حليب هاي كاسة الحليب بتحطوه على جنب هلا بعد شوي بتلزم وقتي بدنا نحلال الحليب كيف بدنا نحلال الحليب بتحطو إصباطي غطة واحدة بس من شان ما يحلق كتير معلقتين سكر نوعين وبدنا كمان زرفين كريمة شانتي على الأولف هداوك الغواري شانتي منحطها بقلب الهاي وكاسة حليب فوقها ومنجيب البلندر وضرب ممعطة ممعطة حتى تستوي معنا الكريمة ونطرتش معلشي نمسحهم يعني ما فهم الشكلة هي نيحة وكمان زرف من هادي الكريمة هادي الباكسيير هادي هاي آخر واحدة والله هي وزرف الفنيل هادا كمان من عاملة معاملة إخوات الأديمين كاسة حليب وخلطوها ونزلوها شوي شوي عليها ومنجيب من هادا الكيك هادا الكيك إذا حدا بيقلي ما شفت منه لعما هادا بالكازيات بيبيعوا منه المهم منحط كريمة منحط طبقة كيك ومنسقيهم بالحليب هادا الحليب المحلة نفسها واتي ثلاث معالق حاجة وبس قيته ومنجيب الفريزات اللي قطعناهن أول شي منستفهم متل ما كنا نوقف بالمدرسة بتحييث العلام ومننزل ثلاث معالق كريمة منفردهم منيح ومنجيب الموز اللي قطعناها ها نزل يا عمي موز نزل وكمان فوق الموز منحط لنا معلقتين ثلاثة كريمة وكمان منفردهم ليش منشان نحط الطبقة التاني وكمان هاي الطبقة منسقية كمان منحط لت أربع خمس معالق حليب من هذا الحليب لمحلة نفسه ومعلقتين ثلاثة كريمة منفردهم منشان نحط طبقة لأنا ناس خواتي حطونا لايكانوا تعليقين حلوين وشيروا لبعض خلي الناس تتحلى او يلي بتعرف اسمها الوصفة تكتب لي اياها خواتي ظل عنا اخر طبقة كيك منحطة ومنسقية كمان بالحليب ومنحط الكريمة عليها هلا هي ساعة بالبراد منيحة يعني بتمسك الكريمة وامورة طيبة بس انا تركتها لتاني يوم وبعدين اخر شي يعني قبل التقديم منفرم الفواكي فوقها بتصير هيك ورشة قرفة وطعمي يون هلا انا صمت قطعة منه كان عنا بالبلد بيجي قوتته هيك بسندوق خشاب ابو الليرتين طلعت مثل اقسم بالله بس طعمت طيبة